هو الراجل عمل حاجة جديدة وبالتالي احنا شفنا وجوه عمرنا ما كنا نحلم ان احنا نشوفها في الطولة كبيرة زي كت لا هو اللعيبة نفسها عارفة ان لو لسه الكابتن حسام بدري موجود لا احمد رفعة كنا نشوفه ولا احمد جاسين كنا نشوفه ولا مروان داوين كنا نشوفه ولا حسين فصل هنشوفه ولا اسامة فصل كلنا هنشوفه حتى البروماجندة اللي كانت على حسين فصل بكش يحصل لا بس يعني طبعا الكابتن حسام عمل عليه والجهاز المقاول الظروف ما خدمتوش ضغط اتحاد اللعبة عليه دايما انه اعايز الدوري وخلي الموتشات تخط بالك وكان عدو ضغط وعترف بدا هل انا ما كانش بمزاجي انا كنت عايز اعمل موتشات دولية بس كان بيتعمل عليها ويتمارس عليها ضغط قصة عشان احنا مزنوئين قصة عشان مش عارف ايه عشان نلحق انا خلص عشان فكانت النتيجة ان انت النهاردة جيت في التصنيف بتدور على نقط اشتركوا في القناة